أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق ومصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الشامل والممتد لمدة أربع سنوات والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقييم تسهيل ائتماني ممتد لمصر وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاق سيتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك من خلال أسواق المال العالمية كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة على التقدم للحصول على تمويل إضافية من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي هذا وقد تمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج كما تعكس كذلك السقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدراتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة ترجمة نانسي قنقر